اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن وعرفنا كل نمبر عبارة عن ايه قلنا ال اللي بيتكلم على و اللي بيحدد اللي هو باختصار والم اللي هو بيحدد بتاع والأس اللي هو بيعبر عن واتفقنا انه الطاقة بتاعة الالكترونات بتتحدد بناء على الاربع او الاربع كوانتم نومبرز دول واتفقنا انه في كل مستوى طاقة رئيسي او من انرجي ليفل في سب ليفلز ليهم ديفرنت انرجي يعني مختلفين في الطاقات يعني مثلا المين انرجي ليفل ان ايكوال فور في المستوى الرئيسي او الرابع او بيبقى موجود في سب ليفلز اس و بي و دي و اف فبالتالي التاقات بتاعة الاس و البي و الدي و الاف او متغيرة مش متساوية و بتتغير في اتجاه من الاقل ل الاعلى الاس اقل من البي اقل من الدي اقل من الاف تويب لو كان اليكترون ليه نفس الاقل من الساكندري اااااااكوانتوم نومبر احنا التفقنا الساكندري كوانتوم نومبر ده اللي هو بيعبر اااااااا عرب سواء هو S ولا P ولا D ولا F يعني مثلا عندي اتنين orbital S بس واحد في المستوى الطاقة الثاني وواحد في مستوى الطاقة الثالث يعني مختلفين في ال N اللي هو ال Principle Quantum Number ولكن secondary quantum number بتاعهم واحد اللي هو ال L ساعتها هيكون تحديد الانرجي بناء على ال Principle Quantum Number يعني منطقي جدا ان 3S تكون اقل في الطاقة من 4S تمام؟ الموضوع الاساسي بقى بتاعنا النهاردة احنا منتكلم عن Electronic Configuration يعني ايه؟ يعني ازاي بوزع الالكترونات على مستويات الطاقة دي فالتوزيع بتاع الالكترونات بيحدده 3 قواعد عايزين نفهمهم كويس قوي في قاعدة اسمها Police Exclusion Principle وفي قاعدة اسمها Hunt اللي هي قاعدة Hunt وثالث قاعدة هي Off-Bow Principle او اللي هو مبدأ البناء التصعدي هنفهمهم مع بعض اول Principle هنتكلم عنه اللي بيحدد لنا ازاي نوزع الالكترونات في مستويات الطاقة هو Police Exclusion Principle بيقولي ال Principle ده بيقول انه مفيش اي الكترونين تلاقيهم في نفس الزرة وممكن يكون لهم نفس الاربع Quantum Numbers Identical لازم يكونوا مختلفين على الاقل في رقم واحد هتيجي تقولي لا يا دكتور ما هو مستوى الطاقة الثاني مثلا في كذا الكترون وكلهم لهم نفس المستوى وكمان هو اصلا فيه مثلا P فهتلاقي فيه 6 الكترونات في ال P فهتلاقيهم متفقين في ال L وكمان هتلاقيهم في ال M هتلاقيهم برضو مثلا فيه 2 في كل P فهتلاقيهم متفقين هقولك استحالة يكون الرابع متساوي لانه اكيد هيبقى ال Spin بتاعهم مختلف تمام؟ اللي هو ال S طب تعالى نسبة الكلام ده عملي كده بصوا الشكل ده لو مثلا ال N equal 1 اللي هو مستوى الطاقة الرئيسي الأول هو فيه كم أوربيتل هو أوربيتل واحد اللي هو ال S وال S اللي اللي بتاعه او secondary quantum number بتاعه 0 فN 1 و 0 و المaginetic number برضو هيساوي 0 لانه احنا قلنا المaginetic بيعبر عن ال direction بتاع الأوربيتل و ال S مالهوش direction عشان هو سفاريكل او كارومي و ال spin بتاعه هنيجي بقى في رابع quantum number اللي هو ال S هنلاقيه بلاس هوف تمام اللي هو بيكون الدوران بتاعهم مختلف عشان كده بنرسم الالكترونات على هيئة ساهمين عكس بعض في الاتجاه واحد ساهم الفوق واحد ساهم اللي تحت طيب طيب والالكترون التاني في نفس مستوى الطاقة الاول ده يا دكتور هيبقى ال N بتاعه برضو equal 1 وال L بتاعه برضو equal 0 وال M بتاعه برضو equal 0 ولكن في ال S هيبقى minus half هيبقى ال spin بتاعه عكس ال spin بتاع الالكترون الاول طيب انا مش مختنع طيب انا نطلع المستوىات البعادي N equal 2 يعني مستوى الرئيسي التاني المستوى الرئيسي التاني او الأوربيتال في S فهياخد وبيشيل اتنين الالكترون فهياخد L هياخد 0 وهياخد 0 برضو الالكترون التاني وال M برضو هتبقى 0 0 مدام ال L ب 0 وال S هيبقى برضو 2 electrons 1 plus half والتاني minus half لانه نسبان مختلف طيب التاني هنتلع بقى كمان هيبقى فيه P orbital تعال نكمل P orbital هيبقى في مستوى الرئيسي التاني فهيبقى برضو بيتملي أول واحد الأول P orbital بيتكون من ثلاثة أكسس ثلاثة أوربيتال اللي هما Px و Py و Pz هم قدامنا كل واحد بيتملي بإلكترونين طيب أول إلكترون في Px عبارة عن إيه؟ ال N بتاعه 2 وهو في المستوى الرئيسي التاني و L بتاعه 1 لأنه هو direction Px1 تمام؟ طيب و M بتاعه هياخد plus 1 والتاني برضو هياخد plus 1 ولكن هيبقى يختلفوا في الإيه؟ في ال spin طيب تعال نطلع على PY ال PY هتبقى متفقين في نفس ال main energy level 2 اللي هو ال N و L بتاعهم برضو بيساوي 1 لأنه هو برضو في النهاية P orbital ف 1 1 وهنيجي بقى عند ال M هيبقى القيمة بتاعتهم minus 1 احنا اتفقنا إنه ال M بتاخد plus L و zero أو كل ال integral number ما بين رقم ال M يعني ال M بواحد يبقى ال integral number ما بين minus 1 لواحد ف مرورا ب zero ف هتبقى plus 1 minus 1 و zero طيب هنا M ب minus 1 و minus 1 و برضو هيجوا هنا يختلفوا في ال spin بتاعهم 1 plus half والتاني minus half طيب نيجي للمستوى المستوى التاني برضو احنا استلف المستوى التاني ولكن ال 2PZ تالت orbital في ال P ما احنا عرفين ان ال P تلاتة أوربيتلز برضو هيبقى نفس المين energy level 2 2 و ال L هتبقى ب one 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 و ال M هتبقى ب zero zero ولكن برضو هيختلفوا في ال spin هتبقى plus half و minus half وبناء على كده بيتهال انتو بالرسمة دي اقتنعتوا يعني انتو لو كارنتوا كده كل الأرقام هتلاقوا استحالة فيه إلكترون هو هو نفس القيمة بتاع الإلكترون التاني لازم هيختلف فراقه مع الأقل تمام طيب بناء على كده قدر poly او المبدأ ده poly exclusion rule انه هو يحدد لنا كل أوربيتل بيتشبع بقديل ما هو اذا كان مفيش إلكترون زي التاني في ال 4 quantum number يبقى المسألة مسألة احتمالات انا عدلت بال quantum numbers دول وعلى قد الاحتمالات بتاعتهم هيكون maximum capacity بتاعت كل أوربيتل يعني ايه يا دكتور يعني مثلا تعالوا كده نرجع للرسمة الاولى في المستوى الطاقة الاول اللي هو مفروش غير ال S هل في احتمالات تانية لل 4 أرقام دول مفيش هم احتمالين 100 plus half 100 minus half صح؟ هم دول احتمالين بتوع ال quantum numbers يبقى كده المستوى ده ما بيتشبعش غير ب 2 بس يبقى المكسيمام capacity بتاعته 2 طيب في المستوى الطاقة التاني هو ال capacity بتاعته قد ايه؟ او الواحد ال S 2 هم دول احتمالات بداعتهم والتاني 6 هم 1 2 3 4 5 6 دول الست احتمالات يبقى عندنا اتنين وستة تمانية يبقى تاني مستوى طاقة رئيسي المكسيمام capacity بتاعته 8 فهمتوا المسألة جاية منين؟ هو احتمالات رياضية لان ما ينفعش يكون فيه 2 electrons ليهم نفس 4 quantum numbers فبالتالي مسألة احتمالات خلاص هي التوزيع بتاعتهم كده انا ما عنديش اكتر من ستة وهكذا بقى في كل المستويات طيب نطلع بالكلام ده بايه؟ انه ال main energy levels ال N 1 وال 2 وال 3 الحد السابع بيختلفوا في التقاط تمام؟ معنى كده انه ال 3S ال S اقل في التقاط من 3 من 4S صح كده ولا لا؟ تمام؟ كمان فيه اختلاف التقاط ما بين ال S وال P وال D يعني المفروض انه ال S الاول وبعد كده ال P اعلى منها في التقاط وال D اعلى منها في التقاط ونيجي بقى الجوة ال اوربيتالز نفسهم ال P مثلا فيه 3 اوربيتالز هل دون مختلفين في التقاط؟ المفروض لا المفروض انه هما يعتبروا شبه نفس التقاط يعني PX و PY و PZ ال 6 الاكترونيات دول يعتبروا مشتركين او متساوين في التقاط خلاص؟ طيب لما نيجي نحط سيكونس كده للانرجي بتزيد في اني اتجاه هنقول ال 1S الاول اقل طاقة يوم الاقرب للنواية بعد كده 2S بعد كده 2B بعد كده 3S بعد كده 3P بعد كده 4S بعد كده 3D ووخلي بالكو بقا من النقطة دي عشان دي ملخبطها ناس كتير وحنقول عليها role كمان شوية هتسهلها لكو بس احنا لما جينا نشرح الірبيتالز في الفراغ تحدثنا عن تفسير الحكاية دي تمام؟ بس هنرجع لها كمان شوية المهم ان انت تعرف ان ال 4S بيتميلي قبل 3D 5P وال6S هيتميله قبل الفور اف والفايف دي فخلي بالكواعه ده بليم نيمونك كده بيسهله بها الحفز يعني اللي هي اس اس بس بس دبس دبس فدبس فدبس اللي هي اس اس اللي هو واحد اس و 2 اس بس بس اللي هي بي 2 بي 3 اس 3 بي 4 اس بس يعني بس بس و دبس دبس اللي هي الحروف الاولى يعني فدبس فدبس ده لو انت عايز تحفظها كده ده نيمونك يعني عشان تسهيل الحفز مش اكدر ولكن تفاهم المبدأ عمل ازاي وكمان لسه هنجيله في قاعدة ثانية هتسهل علينا القصة دي وهتقنعك رياضيا ل بي 4 اس بيتميلي قبل السري دي تمام؟ طيب انا دلوقتي في البيديوديك تابل مثلا احنا عارفين ان احنا طول ما احنا ماشيين بنزود الكترون الهيليوم واحد الهايدروجين واحد بعد كده الهيليوم اثنين بعد كده الليثيوم ثلاثة وهكذا فانا كل ما انا ماشي بزود الكترون طب يا دره الالكترون اللي انا بزوده ده هزوده فين؟ يعني حطه مثلا في البي اكس ولا حطه في البي واي ولا حطه في البي زد الاول احطهم ازاي؟ ولا حطه في الاس واملاه وبعدين اروح على البي ولا اوزع واحد وواحد وواحد وخلاص وكله يبقى مرضي طيب طيب عشان كده في حاجة اسمها هوند رول ودي تاني قاعدة في الالكترونيك كونفيجوريشن اللي هي توزيع الالكترونيات يعني ان كل أوربيتل يتوزع عليه آآ آآ الالكترون او الالكترونيات فرادة الاول وجكون لما اجي او بير العدد ده يكون بسبين مختلف ثم نمي يعني كل أوربيتل في عدد الالكترونيات بتاعته بتتوزع ببير أو بسبين المختلف يعني كل مثلا الأوربيتل اس في الالكترون السبين بتاعه مع اقراب استيعة وواحد تاني عكس عقاري بستيعم خلاص وبعد كده بعمل بيرينج للأوربيتلز أو بمعنى أدقة بعمل توزيعة للإلكترونز أنبيرت يعني فرادة تتوزع فرادة والأول وبعد كده تبدأ تدابلر بسبين مختلف مش فاهم يا دكتور يعني في الديجينيريت أوربيتلز يعني إيه الديجينيريت أوربيتلز عشان إتوا لو قابلتوا المصطلح ده ديجينيريت أوربيتلز يعني الأوربيتلز المتساوية في الطاقة اللي هي زي إيه زي التلاتة بتوع البي البي أكس والبي وي والبي زد أوزحهم إزاي أملى البي أكس الأول الاثنين وبعد كده أملى البي واي والبي زد لأ لما أجي أوزع أوزع البي أكس واحد والبي واي واحد والبي زد واحد وبعد كده أضب نارهم بس بين مختلف يبقى الأول الإلكترونات في الدي جينريت أوربيتلز اللي هي الأوربيتلز زود طاقات المتساوية زي مين كمان زود طاقات المتساوية دول زي الخمسة بتوعدي الخمسة بتوعدي دول دي جينريت أوربيتلز مش الدي مش الساب ليفل دي ليه خمسة أوربيتلز بالضبط فأنا هاجي أما هاجي وزع الإلكترونات فيهم هوزحهم فرادة لأول يعني لو عندي أربع إلكترونات أو خمس إلكترونات هوزح على كل واحد واحد بس مش هدبلرهم أوزحهم الأول واحد بس فرادة وبعد كده أروح مدبلر لو عندي إلكترونات أروح مدبلر تمام بس بين مختلف هما دول دي جينريت أوربيتلز همش فاهمين يا دكتور تعالوا نوضح دول مثلا عندنا زر فيها تو ساب تو أنرجي ليفلز إن ون و إن تو حلم حلم هل إن ون ده والإن تو دي جينريت أوربيتلز لأ ده كل واحد فيهم بطاقة مختلفة إن ون أقل في الطاقة من إن تو فأنا حمسك الإن ون لوحده خلاص ده كده طاقة واحدة الإن ون الإن ون بيتملي بكام إلكترون باتنين أدي واحد أدي اتنين خلاص طب هل أنا حطيت هنا واحد وروحت حطيت في تو اس حطيت اتنين لأ أنا مليت الأول الإن ون وشبعته بالاتنين بتوعه بعد ما خلصت واحد اتنين أطلع الان تو الان تو أول واحد عندي إيه الاس هل الاس والبي هل الاس والبي في ان تو يعني التو اس والتو بي هل دول دي جينريت أوربيتلز لأ الاس أقل في الطاقة من البي يبقى أنا حملة الاس الواحد والأول هحط التلاتة وبعدين أربعة تمام طيب أطلع على البي البي التلاتة بي دول هل دول دي جينريت أوربيتلز آه آه دول دي جينريت أوربيتلز دول ليهم نفس الطاقة مش مختلفين في الطاقة فهاجي بقى حط خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لا احنا قلنا هندرول دي هندرول بقى هندرول بتقول إيه؟ إنه أوزع فرادي لأول وبعد كده أدبلارهم يعني خمسة بي اكس تاخد واحد بعد كده ستة بي واي تاخد واحد بعد كده الإلكترون رقم سبعة اللي هو بي زد تاخد واحد وبعد كده رجع تاني أملة تمانية في البي اكس كده تدبلاره بي واي تاخد واحد تاني يبقى تسعة البي زد تدبلار تبقى عشرة فهمتوا ازاي؟ يبقى أنا كده باملة الأول في الدي جنريت أوربيتلز باملة الأول فرادي وبعد كده أو فرادة وبعد كده بضبلاره شايفين الشكل ده انتوا فاهمينه اللي هو الدوائر ده إن ده الأوربيتل 1S وده الأوربيتل 2S وده 2P بصوا بقى فيه طريقة تانية بنرسم بيها الأشكال دي يعني برضو عشان لما تشوفها تبقى فاهم أنا بعبر عن إيه بنرسم الأوربيتل زي بالطريقة دي يعني مثلا زرة الهايدروجين لما أجي عمل الالكترون كونفيجريشن بتاعها أروح رسمة كده خطوط خطوط في ليفلز مختلفة أول خط الفوشيا ده ده 1S وحط فيه إلكترون ما هو ما عنداش غيره و2S و2P مفهومش حاجة أجي للهليوم 1S شرطة عليها سهم طالع اللي هو إلكترون يعني بسبين مثلا بلاس هوف وسهم نازل اللي هو الإلكترون التاني بكاونتر سبين يعني أو أو السبين بتاعه مختلف تمام؟ وال2S وال2P مفهومش حاجة أجي مثلا الليثيوم هو فيه ثلاثة إلكترون أحط الأول 1S واحد طالع واحد نازل السهم اللي طالعوا النازلة دي بتمثل الإلكترونات وبعدين أطلع الليفل اللي بعده 2S شرطة كده بيحطوها وبعدين يحطوا فيها إلكترون تمام؟ وبعدين نيجي للبريليوم نفس الكلام فهمتوا؟ الشكل ده الشكل ده اسمه إلكترونيك كونفيجريشن يعني فيه طريقة الرسمة دي وفيه كمان طريقة تانية على فكرة هاوريها لكم ثواني تجي تعبر بها تلاقيهم بيرسموها كده شايفين الشكل ده اللي هو ده كده ده الشكل ده مربعات أو المربع ده بين مثل 1S بعد كده 2S بعد كده 2P بعد كده 3S بعد كده 3P 3P فيه 3 مربعات أهو في الخط بتاعه اللي هما 3PX و 3PY و 3PZ و هنا محطوط الإلكترون بس بدل ما هو سهم كامل حطينه نص سهم كده مشطوف بس برضو واحد لتحت واحد لفوق واحد لتحت واحد لفوق واحد لتحت واحد لفوق واحد لتحت واحد لفوق دليل يعني على المختلف دي كده الإلكترونيك كونفيجريشن تمام دي طريقة برضو للتعبير عنها وممكن كمان تبقى بالطريقة دي اللي هي 1S2 2S2 2P6 2S3S2 وهكذا الرقم الاولاني ده 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 المين انرجي ليفل والS اللي هو الأوربيتال وال2 ده عدد الإلكترونيات اللي موجودة في الأوربيتال ده تمام؟ يعني لما أقول لك مثلا أنه الإلكترون كونفيجريشن أو سوديوم هاجي كده أروح كتبها كده ممكن أكتبها كده 1S2 2S2 2P6 دي كده بتاعت السوديوم بلاس اللي هو الأيون يعني تمام؟ مش السوديوم العادي كل دي أشكال للتعبير عن الإلكترون كونفيجريشن بتاعت الأتومز تمام؟ طيب تعالوا كده نراجع اللي إحنا اتفقنا عليه أو أخدناه وفي نفس الوقت تعالوا بقى كده نراجع اللي إحنا أخدناه عشان إحنا تلخبطنا خالص وفي نفس الوقت ناخد الرول الثالثة في الإلكترونيك كونفيجريشن أو الرول الثالثة اللي بتحكم الإلكترون كونفيجريشن اللي هي الأوفبو رول أو الأوفبو برانسيبل اللي هو مبدأ البناء إتصعودي بلدينج أوب برانسيبل أول حاجة اتفقنا عليها إنه كل أوربيتل بيتملي بعدد معين من الإلكترونيات يعني إحنا عارفين إنه الأس بيتملي باتنين والبي بتتملي بستة والدي بتتملي بعشرة وهكذا طيب هل في رول ده؟ آه وإحنا أخدناها قبل كده بس هنرجع عليها إن كل إلكترون شيل بياخد ماكسيمام تو إن سكوير إلكترونز يعني مثلا في الـ 1S المستوى الرئيسي الأول هياخد 2 وهنعوض عن الـ 1 عشان هو مستوى الرئيسي الأول سكوير تبقى 2 في 1 سكوير هتسوي كم؟ هتسوي 2 يبقى ده بيتملي بتو طيب أنا عايز أعرف المستوى الطاقة الثاني بيتملي بقدي إيه كله على بعضه هناخد نفس القاعدة دي 2N سكوير الـ 2 هتبقى بـ 2 تبقى 2 في 2 سكوير هتطلع بكام؟ 4 في 2 بـ 8 هتطلع يبقى المستوى الطاقة الثاني بيتملي بـ 8 إيه التمانية دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن 2 في الـ S و 6 في الـ P وهكذا كل الـ طيب كل أوربيتال بقى كل أوربيتال في الـ Main Energy Levels بيتملي بـ رقم معين الـ S بـ 2 والـ P بـ 6 والـ D بـ 10 والـ F بـ 14 الرقم ده اللي هو إيه؟ اللي هو الضعف الضعف بتاع عدد الأوربيتال يعني مثلا الـ S هو أوربيتال واحد الضعف بتاعه كام؟ 2 فهو بيتملي بـ 2 الـ P كام أوربيتال؟ الـ P تلاتة P-X و P-Y و P-Z الضعف تلاتة تلاتة في اتنين الضعف بتاعهم بـ 6 هو بيتملي بـ 6 الـ D الـ D كام أوربيتال؟ الـ D 5 أوربيتال تمام؟ طيب هيتملي بكام؟ 5 في 2 بعشرة يبقى هو بيتشبع بعشرة إلكترونات وهكذا تمام؟ طيب القعدة الثالثة في الـ ground state of an atom The electrons tend to occupy the available orbitals in the increasing order of energy يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا ليه قريت الجملة دي كده على بعضها؟ علشان عايز أفهمك يعني ايه ground state of an atom؟ يعني ايه ground state of an atom؟ أتم في الـ ground state بتاعها يعني أتم مستقرة يعني أتم كل إلكترون فيها في مكانه الطبيعي مش في حالة إثارة خلاص؟ ما تهردش الـ energy فالالكترونات غيرت مكانها ونطت في مستويات طاقة أعلى ground state يعني الأتم دي في حالتها الطبيعية تمام؟ كل إلكترون بيتوزع في مستويات الطاقة الأقل ثم الأعلى تمام؟ وده هو مبدأ البناء التصعودي بتاع أوفبو أوفبو برانسيبل إن أنا بملأ الـ lower energy orbitals الأول وبعد كده الـ higher energy orbitals طيب تعالوا بقى الناس اللي ما كانش مقتنع موضوع الـ 3d والـ 4s والكلام ده كله يعني هو هنا ده الشكل كده مثلا بيقولك وأنا أقس بالأول بعد كده 2s بعد كده 2p 3s بعد كده 3p 4s بعد كده 3d 4p كده 4s تملأ قبل 3d تمام؟ الناس اللي ما كانش مقتنع بالكلام ده إيه القعدة اللي بتقول لي؟ يعني أنت عملة تقول لي أنا بملأ الأوربيتال ذو الطاقة المنخفضة الأول طيب أنا أعرف منين الطاقة بتاعت الأوربيتال 4s إنها أقل من طاقة الأوربيتال 3d 4d الرول دي اسمها n plus l يعني إيه؟ يعني إحنا اتفقنا أن الطاقة بتاعت المستوى بتتحدد عن طريق الأول رقمين كوانتم نمبر أو الطاقة بتاعت الأوربيتال بتتحدد عن طريق أول 2 كوانتم نمبر لهم ال-n ال-principal كوانتم نمبر وال-l اللي هو ال-secondary كوانتم نمبر صح؟ طيب الرول دي اسمها n plus l يعني إيه؟ يعني أنا أجمع ال-n وال-l بتاع مستوى الطاقة أو الأوربيتال اللي أنا عايز أحسيب له طاقته وكل ما كانت القيمة أعلى كل ما كان ده معناه إن طاقته أعلى بمعنى إيه؟ تعالوا نجرب مين اللي معقدنا في حياتنا؟ إن السري دي بتتميلي قبل آآآآآآآآآآآآن طيب يبقى N بلاس L يعني 3 زائد 2 بخمسة حلو حلو تعالوا نحسب للفور S الفور S اللي N بتاعه بكام بفور والل بتاعه بكام ده S أوربيتال يبقى اللي بتاعه بزيرو يبقى زيرو زائد 4 بكام باربعة يبقى الثري دي طاقته 5 والفور S طاقته 4 عشان كده الفور S بيتميلي قبل السري دي لان تقطو أقل وإحنا اتفقنا اتفقنا لما جينا نشرح الأشكال بتاعتهم في الفراغ قلتلك ما تجيش بعد كده تستغرب أما أقولك ان الفور S بيتميلي قبل السري دي علشان الشكل الفراغي بتاعه يبقى أنا كده أثبتها لك بالشكل وبالA وبالأرقام خلاص تمام طيب رول نمبر 4 كل أوربيتال مفهوش غير 2 إلكترون بالكثير قوي ممكن يبقى فيه واحد مفرد لو ما فيش إلكترونيات تكمل وأقصى كباسيتي ليه هو 2 وكل أوربيتال ما ينفعش يكون فيه الاتنين إلكترون ليهوا نفس السبين لازم يكونوا لازم يكونوا بيلفوا حوالين بعض عكس حوالين نفسهم عكس بعض تمام؟ يعني واحد مع عقارب ساعة واحد عكس عقارب ساعة طيب رول نمبر 5 عندما يكون عندي أوربيتال لهم نفس الأنرجي يعني مثلا دي أكس و دي و دي زد إلكترونز بريفر تو أكيباي ساعة أوربيتال رضا لان جيتين بيرد إن دي سام أوربيتال يعني بوزع فرادة الأول وبعد كده بأدبلارهم وهي دي قاعدة هوند أو هوند رول كده إحنا فهمنا الإلكترون كونفيجريشن ما أعتقدش إن في حد ما فهمش المحاضرة دي ولا الكلام اللي أنا قلته لأن إحنا يعني تقريبا شرحناه بكل الطرق ولوليكم أي أسئلة اكتبوا لي في التعليقات ولكن قبل ما نختم هذه المحاضرة لازم طبعا في الكيميا كلنا عارفين لازم يكون فيه شواز للقاعدة يعني مثلا إحنا كل القواعد اللي إحنا اتفقنا عليها دي صحيحة 100% ولكن زي ما قلتلكو الكيميا إحنا اكتشفناها خلاص اكتشفناها يعني إحنا لقينا حاجات في الطبيعة كده فإحنا بنحاول نلاقي يعني قواعد وتفسيرات ليها خلاص مش إحنا اللي اختراعنا الكيميا فالحقيقة إنه هم لقوا إنه في بعض الحالات الشازة في توزيع الإلكترونيات زي مين؟ زي مثلا الكابر الكابر مثلا الاتوميك نومبر بتاعه 29 فلما اجي أعمل الإلكترون كونفيجريشن أنا متوقع إنه هوصل مثلا للفور اس والسري دي هتبقى فور اس 2 هملاهم باثنين والسري دي هتبقى تسعة فرادة صح؟ ولكن الاكتشوال كونفيجريشن إحنا لقناه كده لقناه كده في الطبيعة الكابر لقناه بيبقى موجود بالتوزيع دي الفور اس 1 والسري دي 10 يعني هو وزع الإلكترونيات فرادة على الاس ودبلرهم في الدي طبعا مش دي الحالة الوحيدة الشازة يعني هو تقريبا الكابل ده في كل الالكترونيك كونفيجريشن الغريبة اللي احنا لقناها ولكن يعني أنا ذكرت منها الكابر عشان لو شفتوا مثلا ما تستغربوش أنا بس بديكوا فكر علشان برضو لو شفتوا حاجة زي كده ما تستغربوهوش تبقوا عارفين انه زي ما بيقولوا يعني الكل قاعدة شويز أتمنى انتو تكونوا فهمتوا المحاضرة دي كويس وإن شاء الله نكامل المحاضرة جاية بإذن الله بقيت البايزيكس آف أورجانيك كاميستري وبعد كده نخش بقى على المنهج الرئيسي بتاعي